هو صحيح الفلوس بتغير النفوس؟ ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة من بودكاست قلوب معكم مروه لطفي اسمحوا لي أحكي لكم الحكاية زي ما صاحبتها ما كتبتها بتقول أنا فتاة عندي 33 سنة والدي عامل بسيط اتوفى وأنا لسه في السنوية العامة وده أكبرني أني أسيب المدرسة وأشتغل على شخاطر أساعد أسرتي كنت وقتها مش لقيا أي مكان أشتغل فيه غير إني أروح في محل كوفير في أحد المناطق الرأية ابتديت فيه من السفر يعني كنت بروح أنا أضف المحل وأساعد في توديبه وبعد كده يوم ورد تاني ابتديت أتعلم إزاي أعمل الشعر إزاي أعمل مانيكور وكاديكور يعني ابتديت أطور نفسي وأنا هناك اتعرفت على زميل لي كان بيشتغل في نفس المحل ده ظروفه شبه ظروفي ارتبطنا وفضلنا مع بعض السنوات اتفقنا فيها إن إحنا نحاول نبني نفسنا ونغير من أوضعنا للأفضل مرت السنين وبالفعل إحنا اللي اتنين اتشطرنا جدا في الشغل لنا وحوشنا مبلغ مش بطال حطينا فلوسنا على فلوس بعض وأجرنا محل برضو في منطقة يمكن مش رأيه زي إن إحنا كنا بنشتغل فيها بس نقدر نقول عليها منطقة متوسطة وبالفعل ابتدت الأحوال تستقر لكن يا ترى هذا الشخص قدره قوفي جنبه وإن أنا ديت له تحويشة عمري علشان خاطر نبدأ مع بعض للأسف بعد عشر سنين وقفنا فيها مع بعض وتابنا وتبهدلنا لحد ما كونا نفسنا اتفاجئت إنه راح يخطب واحدة قربته من البلد ولما قلت له إنت زيت سيبني بعد كل السنين دي وبعد كل اللي عملته معاك فجأت إنه بيقول لي معلش أنا مش هقدر أتجوز وحدك وفارة وهو ناسي إنه هو نفسه بيشتغل في نفس المهنة كلامه كلمة آرني دي قليلة قليلة اللي حسيته وقتها مش بس فلوسي اللي ضاعت لا كمان ده قلبي ومشاعري وكل حاجة حلوة عشتها ضاعت معاك فقرت إن أنا أنتقم منه لكن مش عارفة أعمل إيه من كام يوم واحد صاحب محل ملابس في نفس الشارع اللي إحنا بنشتغل فيه اتقدم له خطوطي الراجل ده أكبر مني بربعين سنة ويعني سبق له الجواز لأكتر من مرة وعنده أولاد قبار بفكر إن أنا أتجوزه لمجرد إني أنتقم من الشخص اللي جرحني لكن خايفة إن أنا أعمل كده يعني وأندم فيه ما بعد أعمل إيه وتصرف إزاي طبعا أنا مدركة تماما كم المعاناة اللي أنت حس بيها بسبب طعنة الغدر اللي تعرضت لها لكن ده يعني ما يعنيش إنك تستسلمي لتبعات صدمتك وتفتحي بقى الباب على مصرعيه علشان خاطر تستنزفي مشاعرك في علاقة أكيد عاجلا أو عاجلا لن تدوم لو تزودتي من هذا الشخص أنت بتنتقمي من نفسك قبل ما تكوني بتنتقمي من الشخص اللي جرحك لأنك حدخلي نفسك في علاقة غير متكفئة سواء في السن أو الحالة الاجتماعية وده الوحده بمثابة حزن شديد وقصر جديد لقلبك علشان كده يريد تفقري في بكرة بشكل أفضل واتدوري على بقى نفسك ومصلحتك ومستقبلك والانتقام الحقيقي من هذا الشخص أنك يعني تكوني نفسك من أول وجديد وتقدري تستأجري أنت كمان محل خاص بيك وتكوني فعلا تحققي النجاحات اللي تستحقيها بعيدا عن من جرح قلبك ربنا هيوفقك وإن شاء الله بكرة يكون أحلى عليكي وتتعلمي من هذا الدرس أنك ما تخليش حد يستغلك مرة أخرى دا كان رأيي في موضوع مشكلة النهار دا نستنعي أرأكم وأشوفكم في موضوع جديد وحلقة جديدة وبودكاست قلوك